السلام عليكم ومرحبا فيكم فيديو جديد مع مطباق وصفاتي اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ميني بطبوت غنحضروه في الكوكوت ولا في طنجرة ديال ضغ ناجح مئة بالمئة ما عليكم إلا تطبقوا الوصفة خصوصا بالنسبة للناس اللي كيعانيوا ما كيبغاش ينتفخ معهم البطبوت اليوم ان شاء الله جفتلكم الحال اللي غيهنيكم البطبوت ديال الكوكوت مستحيل تشوفوه ولا تضوقوه وتعرفوه محضر غير في الكوكوت ما نطولش عليكم اللي عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تصبخلوش عليها باللايك ديالكم تشتاء امام قمحة لكم على وصفات الجديدة والمميزة لما تعودنا قبل ما مبدو اي وصفة منسوش الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وضبخ عليكم على المقادر وكفيات تحضير بسم الله على بركة الله مقادر ديال الوصفة ديال اليوم ان شاء الله غنحتاجوه خمسة ديال كوكوس ديال دقيقة اللي هي خمسمائة جرام يمكن لكم الدقيقة ديالكم توزنوه بالميزان الي كان عندكم الميزان كما يمكن لكم الدقيقة تغرب له يعني تنخلوه والكوكوس تعمرهم غير بالملعقة ايضا عندي هنا واحد ملعقة الصغيرة ديال الملح الملح كتبقى على حساب الدوق وكذلك غنضيف واحد ملعقة صغيرة ديال العسل اللي كتبقى اختيارية يمكن لكم استبدلوها بالسكر ايضا عندي واحد ملعقة كبيرة ديال خميرات الخفز بنسبة الخميرة كتبقى على حساب الجو ويلا كانا كيالجو سخون ديرو غير ملعقة الاربع يعني ما تكتروش الخميرة وغانعجنو ان شاء الله العجين ديالنا بالمال يكون دافي بالنسبة لها العجينة هادي كنضيفه لما غير شوية بشوية لانا في الاخير بغينا نحصله على واحد عجينة اللي كتكون رخوة ورطبة الكمية ديال ما غانحتاجه ان شاء الله جوج ديال كؤوس وفي الاخير كيبقى على حساب الامتصاص ديال الدقيق ديالكم كيندقيق اللي كيتشرب اوكيلا لاحظوا معي القوام ديال العجينة كيفاش كيكون كيالتسق في اليدين وكتكون العجينة خفيفة في هاد مرحلة هادي غنضيف حليها جوج ديال ملاعق كبار ديال زيت نباتي وغندمج العجينة ديالي مزيان بحالة شكل اللحظوا معي هنا كنوريكم القوام دياله كتكون عجينة كيما اذكرت لكم رخوة وكتلتسق في اليدين حالة شكل واحد من الاسرار اللي كيخلي البطبط ديالكم يجي منتافخ ويجي مهوي من الداخل هي العجينة مخصاش تكون قصحة العجينة خصوة تكون رخوة هنا كنوريكم دخلت جوج ديال الكووس ديال المال اللي هي تلتمية ميليليليتر وكنوضعها كيال العجينة ديالنا على سطح ديال العمل كنرشو غير شوية ديال الدقيق وكنحاولو غير نجمعوها يعني كنديوها ونجيبوها ما كندلكوهاش يعني شية اللي كغير ش شوية باش المكونات كاملين كندمجوا فيها لاحظوا معي هنا العجينة كتكون رطي طبعا كندهنوا كيالا الإناء ديالنا مش في ديال زيت نباتي وغنغطوها بوحل قطعة ديال البلاستيك وكذلك بوحل قطعة ديال التوب وغنخلي من شاء الله العجينة ديالنا حتى تختمر لاحظوا معي هنا العجينة ديالنا بعد ما اختمرت كتولي اكي واحد العجينة اللي كتكون را طبعا وكتكون عامر بالفقاعد يعني ضروري حاولو كي دروا العجينة تكون رخوة لاحظوا معي كتكون حالي شكل المهم كنخوها من الاختمال ولا من الهواء وغنقسموها ان شاء الله لثلاثة ديال الكوارات باش كي يتساعدنا من ينجو نصرحوها وغنغطيهم بوحل قطعة ديال البلاستيك وقطعة ديال التوب وغنخلوه العجينة ديالنا حتى ترتاح باش كي من ينجو نصرحوها تصرح معنا بكل سهولة على بركة الله العجين ديالنا هنا يكون ارتاح وان شاء الله غنضزو باش نصرحوه دائما كنستخدموه كيوح شوية ديال البقيق على سطح ديال العمال وكنصرحو العجينة ديالنا يمكن لكم تصرحوها العجين غير بليد ديالكم يعني ما كتحتاش ديالك لانها كتكون عجينة رطبة ورخوة وهدو السنك ديالا بعد ما صرحتها هنا غنحتاجو لهدو المرشم ولا هدو القاطع انتو ما يمكن لكم دلو اي قياس كتفضله ولا مطفل عندكم وكنقطع بحالي شكل بني تكونوا كتقطعوا العجينة ديالكم حاولوها كي ما تخبطوش المرشم ولا القاطع باش هكي العجينة كتبقى محافظ على شكيل ديالا وكتبقى كيما قطعتوها ودك الزوائد اللي كي بقاونا كنجمعوهم غنصرحوهم ان شاء الله مرة اخرى هنا هي كنحتاجو كل واحد قطعة ديالتوب اللي كنوضعو عليها القطع ديال العجين ديالنا وبالنسبة للبطبوتر ما كنخلي وهش يختمر نهائيا مباشرا بعد ما كنكملو بالشكل ديالو كندو زون طيبو يعني كتكون عنا الطنجرة ديالنا كتسخون في حالتك كالجو سخون وكانت الصيف ما تشكلوش الجينة ديالكم كاملة يعني شكلوها كياغر النص وبدو في الطيابة لان واحد من الاسرار اللي كيخلي البطبوت يجي خاوي من الداخل وكيجي هكيا من الفاخ هي البطبوت ما خصوش يختامر يعني غير كتسرحوه كتبدو طيبوه المهم في هذه المرحلة هادي غنحتاجو ان شاء الله الكوكوت والطنجرة ديال الضغط اللي غنطيبو فيها المهم بالنسبة للكوكوت ضروري تستخدمو الكوكوت ديال الالمينيوم مشي الكوكوت ديال اينوكس كما كان عارفوه بالنسبة للكوكوت ديال اينوكس كتحرق وكذلك كتحرق يعني ما كتطيبش نهائيا لهذا ضروري تستخدمو هاد الكوكوت هادي بالنسبة للكوكوت ديالنا ان شاء الله غنحتاجو الكوكوت يعني الطنجرة وكذلك الغيطاء دياله لهذا ان شاء الله غا نحايدو هاد الجلدة اللي كتكون داخل لان الكوكوت كترتافع الحرارة دياله باش هالجلدة هدي ما تعدبناش ولا تدوب معنا. هنية كنوريكم شعلة ديال الفرنه ستكون كبيرة شي شوية يعني ما الافضل ديرو اكبر شعلة عندكم. وكتوضعو الكوكوت ديالكم تصخن حالي الشكل هدايا. باش كتعرفو بني الكوكوت ديالكم سخنة كتجيبوك واحد شوية ديال الماء. وكتحاولو كيتدردرو قطرات ديال الماء. لاحظو معي كيوالي واكي بحال كوارات. هدا كياني بني الكوكوت ديالنا صبحش جاهزة. في هاد المرحلة هادي ان شاء الله غا نحتاجو الواحد الحبة ديال البيض. غا نحتاجو غير البعيض اللي كنطربوه. وغا ندهنو بها البطيبطات ديالنا من الفوق. حالو اكي مني تكونو كتدهنو البطيبط ديالكم متنزلوش البيض مع الجوانب. يعني كتدهنو اكي غير من الفوق. واحتى كندهنو البطيبط ديالنا بالبيض. هاد كنجيبو الغيطاء ديالطنجرة. يعني الغيطاء ديالطنجرة خصو يكون سخون بزاف. يعني الغطايا ديال الكوكوت خصو تكون مازالة طيبة. حالي شكل. وكنقلسوها. وكنبدو نوضعوه في القطع. لاحظو معي الكوكوت كدكون سخونة طيبة. لشك هيا البطيبط ديالنا كيتتحمر حتم الجهة ديال اسفل. وفي نفس الوقت يعني ما يطاح لكمش في الكوكوت. يعني لكاتها كايا الغطايا مش سخونة. يعني ما غتنجحش معكم الوصفة. وكنحاولوه كايا نوضعو الكمية اللي كتكفي الغيطاء ديالنا. حالية الشكل. وضب ان شاء الله غاندوزو باش نطيبو. حاولوه كايا تهزو الغيطاء ديالكم مش غيطاء ديال التوب. على بركة الله مني تزيو دخلو الغيطاء ديالكم. هزو لي ديالكم الفوق. واحد دخلو الغيطاء باش هكيا الحبات ما ينتزوش معكم في المراحل ديال الطيابة. ما تقيصوهمش في في الكوكوت. كنخلو الكوكوت ديالنا مسدودة تقريبا هكيا واحد الخمسين تانية ولا اربعين تانية. وكنحلو عليها. لاحظوا معي هنا يرى انتفخوا. باش ينتفخوا معكم الحبات ما تحلوش عليها مباشرة. ضروري تخليو ما كيا من اربعين حتى الخمسين تانية. يعني تقريبا هكيا دقيقة. بعد كتحلو عليهم. لاحظوا معي هنا كنحاول نشارك معكم المراحل ديال الطياب كاملين. في الحبة ديال النارة كي يجيوا منتفخين ما شاء الله يعني بحل لي طيبتو ما كيفي الميقلات ولا افضل خصوصا بالنسبة الناس اللي كيعاني وهكيا البطبوض ما كيبغيش ينتفخ معهم. نصحهم بهالطريقة هادية ما عليهم اللي تبعو جميع الخطوات. ولاحظوا معي ما شاء الله. هنا ياللون كيتبقى على حساب دوق ديالكم من الوقت وكيتخليوه بياضة ولا تحمروه فانا كيعجبني احتى كي يدرك نقيطات محمرين. وهكي يكون طعب ده ما شاء الله غنحيدو هاد الغيطاء. لاحظوا معي كيتحيي ده كي بكل سهولة. وكي جي محمر من التحت ومن الفوق. لهذا كما اذكرت لكم ضروري الغيطاء ديال كوكوت تخليوه حتك ترتفع لحرارة ديالو مزيان. وبالسكين كنحاولوك ينحيدو الحبات ديالنا كاملين. وبنفس طريقة كنرجعو الغطايا ديالنا ديال الكوكوت تسخون ويعادك ندهنو هاد الحبات. احتى كدهنو الحبات بالبيضة عاد كدجيوه الغيطاء ديالكم باش كي الغطايا ديال الكوكوت ما تبردش معكم. وبنفس الطريقة غنستمر احتى غنكم ان شاء الله الكمية اللي عندي. لاحظوا معي هنين بعد ما طيبت الطيبط ديالي كي جي منفوخين وكي جي وخاوين. هنين كنضغط عليهم كي ما كتلاحظو معي. كي جي وكي منفوخين بحلال شكال. وضروري نحلم معكم باش تفوهم كي باش كي جي من الداخل. ديروا كي واحد الميقاس وحلوهم بالمقاس باش ما ينتزع الشكل يالم. ولاحظوا معي كي جي وكي جي وخاوين وكي جي ومجاعبين. مستحيل تشوفوهم وتعرفوه بلي رام طيبين غير في الغطايا ديال الكوكوت. كي ما ذكرت لكم الى ما كاش كي ينجح معكم البطبوط. منصحكم بها الطريقة هادي. كي جي رطب وكي جي مهاوي مجاعب. والتجعوبة ديالو رابانين يا احبائي معلكم. الا تطبقوا الوصفة كما هي. وصراحة البطبوط كي جي اكتر من رائع. بالنسبة لطريقة ديال الاحتفاظ يمكن لكم كي يديروه في شي قطعا ديال البلاستيك يعني تكون ديال مجميد ولا كي يبشي طاصة. وكتحتف ضباف المجميد يعني في الفريقو. وبنسبة للناس يعني بالنسبة للحشوات كي يبقوا اختياريين. يمكن لكم كي يديرو الدجاج كما يمكن لكم ديرو الطون يعني صالح البطبوط ديالكم لجميع الحشوات. ضب قليلا نودعكم. تلقى ان شاء الله فيديو اخر. مع السلامة.